وعلى هذا القياس مع الفارق الذي لابد ابنه يكون اقنوم الابن قد دعي بهذا الاسم ليس لأنه يشبه الله لأن الله لا شريك له ولا شبيه بل لأنه صورته الذي يعلنه ويظهره صورته إذ أن الصورة هي الشيء المنظور الذي يمثل حقيقة كائنة ظاهرة للا أم غير ظاهرة فالابن هو بهاء مجده ورسم جوهره أي أنه الضوء المرئي الذي يظهر مجد الله الغير مرئ والرسم المضرق الذي يعلن جوهر الله الغير مضرق حاجة في منتهى العبط يقول لك ابن الله ده اقنوم الهي هو الله الذي لا يرى الله الذي لا يرى لكنه الصورة المنظورة لله إزاي اقنوم الهي أزلي روح غير مرئي يبقى صورة منظورة إزاي يعني يبقى نهي منطق النسوت صح ولا لا؟ النسوت هو الصورة المنظورة الإنسان يسوع المسيح هو اللي كان الصورة المنظورة اللي قدرنا نشوف فيه ربنا اللي تجسد فيه لكن ازاي اقنوم الهي يبقى هو الصورة المنظورة؟ لا والرسم المدرك يبقى كده يسوع اللي هو ابن الله مش الله صح ولا لا؟ يبقى الاقنوم الالهي ده اللي هو الابن مش الله ليه؟ لأن الله لا يدرك ولأن الله لا يرى الله لا يرى الله لم يرى أحد قط يبقى بالتعريف ابن الله ده مش الله فيقولك إيه؟ ابن الله هو الرسم المدرك الذي يعلن جوهر الله الغير مدرك وعندما يقول أن المسيح معادل الله كان الغرض من ذلك أنه في اقنوميتي هو الله أو المعلن لله فإن الله لا معادل له إطلاقا لأنه لا شريكة له أو نظير ظهور الله لنا في الابن بص باب يقول إيه؟ بما أن هذا الأقنوم هو الذي يظهر الله أو اللهوت كان أمرا بديهيا أنه إذا أراد الله أن يعلن ذاته يتمم ذلك بواسطة أقنوم الابن لأن اعتزال الله عن خليقاته وعدم إعطاءه إياها فرصة لتعرفه معرفة حقيقية واضحة لا يتفق مع الكمال الذي يتصف به فالله الذي لا يرى ولا يعرف يصبح من الميسور لنا رؤيته ومعرفته من هذا الأقنوم وهذا هو ما حدث فعلا فقد ظهر هذا الأقنوم في شخص المسيح طيب طيب هنا برضو فيه إشكالية كبيرة قوية يقول لك الأقنوم اللي يقدر ربنا يظهر به هو الابن وهو قال أنه هو الصورة المنظورة صح ولا لأ الصورة المنظورة وقال برضو هو اللي بيقدر يعرفنا على ربنا وبيخلينا ندرك ربنا طيب هو ليه الجسد لو أقنوم الابن هو الصورة المنظورة وهو رسم الجوهر اللي نقدر من خلاله نتعرف به على ربنا طيب ليه الجسد ليه احتاج نوع الجسد ويأخذ جسد من مريم العزراء ما كان ظهر فجأة كده نزل وخلاص صح؟ كان نزل وخلاص الأقنوم ليه احتاج أنه هو يتحد بالنسوت ونفضل بقى نقول للمسلمين ده لهوت ونسوت ويشككوا ما كان ظهر ما هو قردي الصورة المنظورة أليس أقنوم الابن هو صورة الله الغير منظورة خلاص الصورة دي لا تحتاج أنها تاخد صورة هل الصورة تحتاج أن تأخذ صورة ما هو الجسد البشري ده جماعة في الآخر اي صورة ربنا اتخذها هيئة فورم إطار ربنا ظهر من خلاله فلو أقنوم الابن ده هو الصورة المنظورة ما كانش هيحتاج أنه يتجسد كان مجرد نزل من السماء وخلاص كده لا كانت ولد من عزراء ولا كان كل الفيلم ده حصل منطق لكن وقع الأمر الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله غير منظور إن الله غير مدرك وبالتالي احتاج الله أن يتجسد هو ليه ربنا تجسد أصلاً؟ لأنه لا يدرك ولا يرى وليس له صورة وليس له هيئة وليس له لحم وليس له عظام فأحتاجه إنه هو يأخذ جسد طيب لما تيجي أنت تقول لي إنه أقنوم الابن ده هو الصورة صورة الله الغير منظور وهو اللي كشف إذن هو مش الله بممتعة البساطة إذن هو مش الله وبالتالي احنا محتاجين تفسير آخر إيه التفسير الآخر ده يا ميري إنه الابن ده هو يسوع المسيح الإنسان اللي حل فيه الآب بس كده الابن ده هو الابن اللي اتولد من مريم واتحت به اللهوت فصار الآب والابن شخص واحد هو يسوع المسيح أنا والآب واحد شخص واحد بس علشان كده الابن تقال عنه إنه هو الصورة صورة الله الغير منظور وعشان كده تقال إنه ابن الله يموت وعشان كده تقال إنه ابن الله لا يعلم الساعة لأنه هو الإنسان يسوع المسيح هل معنى كده إنه هو إنسان بس لا ما هو الآب برضه إحنا ليه بنفكر إنه دول أقانيم بقى طول من تحطين نظارة الأقانيم والأشخاص المختلفة هتقعف هتقعف معدولات كثير جدا بيقول لك كلمة خبر الابن الوحيد الذي هو في حد أبوة خبر يقول لك تارد في اللغة اليونانية بمعنى كشف أي كشف ما أغلق عليه البشر فهمه من جهة اللهوت إزاي طيب إزاي كشف ما أغلق على البشر فيه من جهة اللهوت ما هو لو أكنوم إلهي أزلي وبتاع مش هيقدر يعمل ده برضه لأنه لأنه هو لهوت شانتوا بتقولوا أكنوم الإبن ده لهوت برضه وروح فإزاي هيكشف هيحتاج برضه التجسد هيحتاج الناسوت صح؟ هيحتاج الناسوت فليه بقى الابن تحديداً اللي تجسد ليه الابن تحديداً اللي تجسد ما هو الأب محتاج يتجسد والروح الكدس محتاج يتجسد كل التلاتة لهوت التلاتة روح غير منظور التلاتة محتاجين جسد يبقى اللي كشف الابن ده اللي كشف هو الناسوت الهيئة البشرية المنظورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر